سرح وزير الخارجية النرودي أسبين بارث إيدي بأن قمة السلام بالقاهرة كانت من أوائل التدمع السياسية التي حاولت توضع خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية وخلال حديث للتلفزيون المصري أكد إيدي أن بلاده تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية وتقديم حلول طويلة الأجل تقوم على مبدأ حل الدولتين مشددا على أنه يجب التصرف بسرعة لوقف المعاناة التي يشهدها الفلسطينيون بتسهيل دخول المزيد من المساعدات أنني حضرت قمة القاهرة للسلام وتمثل قمة القاهرة للسلام كانت من أوائل التجمعات السياسية التي بدأت ونفذت تمهيدا لحل هذه المشكلة وكذلك حضر ورأس هذه القمة رئيس السيسي وحضرها وزير الخارجية المصرية سامح شكري كنا نحاول أن نضع خارطة طريق شاملة وبالفعل بدأت جهود التطبيح فيما بين بعض البلدان العربية مع الجانب الإسرائيلي تمهيدا لحل الدولتين وإقامة حل الدولتين والخروج بمخرجات طويلة الأجل